أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد وآله محمد ما زال الكلام في مبحث الإمامة وهو أن الإمامة إنما كانت بتنصيب وتعين من الله حز وجل وأن وقع الخلاف بين الأمة في هذه المسألة وتكلمنا في الحلقة السابقة عن أن الإمامة عند مدرسة أهل البيت إنما هي استمرار للنبوة وقلنا في ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمارس مجموعة ممارسات في حياته ويقوم بمجموعة أمور منها تفسير القرآن الكريم ومنها تبيين الأحكام الشرعية للأمة ومنها رد التشكيكات والشبهات الواردة على الإسلام ومنها رد المنحرفين الذين يحاولون أن يدسون إلى الإسلام بالروايات المزيفة وغيرها من الأمور وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطعا أن هذه الأمور ستكون في نقص لدى الأمة وأن رحيل النبي سيؤدي إلى ثغرة لست تلك الأمور التي كان يقوم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذه الثغرة قادتنا إلى ثلاثة احتمالات قلنا الاحتمال الأول أن الشرع المقدس يترك هذه القضية لا علاقة له وإنما يتركها إلى الأمة والاحتمال الثاني أن الأمة تصل إلى مرحلة لها القدرة على سد ذلك النقص الحاصل بوفاة النبي صلى الله عليه وآله فلها القدرة على تفسير القرآن لها القدرة على رد الشبهات وبقية الأمور التي كان يقوم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاحتمال الثالث أن هناك شخصية وضعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستودعها العلوم التي كانت عنده من الله عز وجل وأجبنا على الاحتمال الأول وقلنا أن الاحتمال الأول باطل أن الشريعة يستحيل أن تترك الأمر إلى الأمة باعتبار أن هذا مناقض لغرض البعثة والاحتمال الثاني وهو أن الأمة هل بلغت إلى مرتبة لديها القدرة على سد النقص الحاصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقيام بالأعمال التي كان يقوم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تفسير القرآن وتبيان الأحكام ورد الشبهات ودفع الدسائس التي يقوم بها أعداء الإسلام وبينا على مستوى التفسير اختلاف الأمة سواء في الآية القرآنية الأولى التي قلنا فيها في قوله تعالى فاخسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فقد تضاربت العراء في فهم هذه الآية فمن قائل يعطف الرجل على الرأس ومن قائل يعطف على العيدي فتمسح على الأول وتخسل على الثاني فأي التفسيرين هو مراده سبحانه وتعالى حتى يكون موافق إلى الواقع وقع الاختلاف في هذه الآية وأيضا قلنا وقع الاختلاف في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فمن قائل أنها تقطع من الأصابع ومن قائل أنها تقطع من المرفق ومن قائل أنها تقطع من المنكم فعلى مستوى القرآن وقع الاختلاف لدى الأمة ولم تكن الأمة مؤهلة لتصل إلى مرتبة أنها توصل الأمة إلى الواقع في تفسير هذه الآيات القرآنية في هذه الحلقة نبين اختلاف الأمة وعدم قدرة الأمة في مجال الإجابة على الموضوعات المستجدة باعتبار أن واحدة من الأعمال التي كان يقوم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي قضية الإجابة على الأحكام الشرعية وتبيان الدين فنقول في مجال الإجابة على الموضوعات المستجدة فيكفي في ذلك الوقوف على أن التشريع الإسلامي كان يشق طريقه نحو التكامل بصورة تدريجية لحدوث الوقائع والحاجات الاجتماعية وهذا يثير أسئلة حول هذه التغييرات ويتطلب حلولاً وما ورثه المسلمون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن كافياً للإجابة لم يكن كافياً على الإجابة على جميع تلك الأسئلة أما الآيات القرآنية لم يكن كافياً؟ باعتبار أن هناك آيات قرآنية مختصة في الأحكام الشرعية علها لا تتجاوز 300 آية قرآنية وعما بالنسبة إلى الأحاديث فهي لا تتجاوز 500 حديث تقريباً النموذج الأول سئل عمر بن الخطاب عن رجل طلق إمرأته في الجاهلية تطليقتين وفي الإسلام في الجاهلية طلقها مرتين وفي الإسلام طلقها ثالثة فهل تضم التطليقتين إلى الثالثة؟ صار ثلاثة التطليقات أو لا؟ سئل الخليفة الثانية بعد ذلك تضم أو لا تضم فقال للسائل لا آمرك ولا أنهاك لا أقول لك أنه تضم ولا أقول لك لا تضم وهذا ما نقله كنز العمال في الجزء الخامس صفحة 116 النموذج الثاني أنه رفع رجل إلى أبي بكر وقد شرب الخمرة فأراد أن يقيم عليه الحد هذا الرجل كان شارب الخمر أراد أبي بكر أن يقيم عليه الحد فماذا قال هذا الرجل؟ فادعى أنه نشأ بين قوم يستحلونها ولم يعلم بتحريمها قال أنا هذا القوم أو البيئة اللي أنا عش بها كانوا يفعلون هذا الأمر وما عرف حرمتها ولم يعلم بتحريمها إلى الآن فتحير أبو بكر في حكمه توقف ما يدروا شي سأوله هذا النموذج الثاني قطعاً عندما نقول تحير الخليفة الأول أو الثاني لا نعني أن الشريعة ناقصة ينبغي أن يفهم السامع لا نعني من هذا أن الشريعة ناقصة في إيفاء أغراضها التشريعية وشمول المواضع المستجدة بل التشريع الإسلام كان وافياً بالجميع ولكن القصور وإن كان عند من يتولى قضية الإمامة أو الخلافة وبهذا نثبت إذن تبين أنه الأمة لم تصل إلى ذروة تجعلها متمكنة من الإجابة على أسئلة الناس أي بعبارة أخرى أن من تمثل تمثلت به الخلافة والإمامة لم يتمكن من تبيان الأحكام الشرعية للأمة ذلك الدور العظيم الذي كان يقوم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذن تبين بطلان الاحتمال الثاني قلنا الاحتمالات الثلاثة الأول أن الشرع يترك وقلنا هذا باطل باعتباره مناقض للبعثة والاحتمال الثاني أن الأمة بلغت ذروة أو وصلت إلى مرحلة تمكن من خلالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يربيها ويبنيها بأنها تكون قادرة على سد النقص الحاصل في حياتها بعد مماته فتبين من خلال النموذج الأول والنموذج الثاني أن الأمة ليس لها القدرة على سد النقص الحاصل سواء كان على مستوى التفسير كما بينا الاختلاف في الآيات القرآنية أو على مستوى الأحكام الشرعية كما تبينا في السائل الذي سأل الخليفة الأول والسائل الذي سأل الخليفة الثاني وبهذا يتبين بطلان الاحتمال الثاني فلم يبقى لدينا إلا الاحتمال الثالث وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استودع جميع العلوم التي أعطيت إليه من الله عز وجل إلى شخصية متكاملة كفوءة لها القدرة على أن تسد النقص الحاصل في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها تتمثل بالعلوم التي تمكنها من تفسير القرآن بالعلوم التي تمكنها من الإجابة على رد الشبهات والأسئلة الواردة من أعداء الدين وعلى تبيان الأحكام الشرعية للناس بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي لكم وأسأل الله أن يرينا طريق الهداية ويجعلنا ممن تبع خلافة النبي صلى الله عليه وآله المنصوص عليهم من قبل الله عز وجل اللهم صلي على محمد وآلي محمد